أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول هل يجوز هل تجوز إعابة إعداد الطعام من الزوجة من أجل تأذيبها لأنها لا تستجيب إلا بصعوبة لا لا تستجيب إلا بصعوبة ما فهمت السؤال السؤال لما أفهمه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول هل قول أن الطبخ لا هل يجوز أعيده الزوجة هل تجوز إعابة إعداد طعام الزوجة من أجل تأذيبها لأنها لا تستجيب إلا بصعوبة إعادة الطعام إليها يعني أنه إعابته 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 لا الطعام لا يعاب طعام لا يعاب أبدا تتركه إن رغب تكله إلا تركه ولا تقول هذا طعام كذوة هذا ما هو عيب للزوجة هذا عيب للطعام بإمكانك تتعلم الزوجة بدون أنك تعيب الطعام نعم